السلام عليكم تعرفوا تربية الاسماك على مستوى الساحل الجزائري طفرة نوعية من ناحية الكم كذلك من ناحية النوعية إذ أنه فيها جلب بعض الوسائل تربية الاسماك عرض البحر في عدة ولايات منها بيجاية الآن الصور هذه أخذها من الساحل بيجاية وكذلك فيها تجارب أخرى على مستوى ولاية شلف وولاية الإمسان اللي عرفت تربية الاسماك إذن تخرى نوعية حيث أنه يعني الخصائص هي تربية الدوراد سمك الدوراد وكذلك سلك الجمبوري الكروفات إذن عرفت تطور ملحوظ هذه سنوات الأخيرة على غيرها تربية المائيات في المسطحات عبر السدود الوطن عبر السدود الكبيرة للوطن إذن نشاهد يعني عنا التجربة تعمل بولاية بيجاية اللي فيها إنتاج حوالي 2000 طن سنويا اللي الآن بدأ المصطف ميرين في هذا الميدان تفكير في تصدير جانب أو جزء من هذه التربية من هذه الاسماك إلى دول جوار مثل إسبانيا وإيطاليا وكذلك اليابان فإن شاء الله إن شاء الله يكون فيها تطوير للوسائل إنتعى الاستغلال إنتعى هذه المسطحات يعني الساحل الجزائري فيها 1300 كيلومتر وكذلك استغلال السدود يعني المزيد من تطوير الإنتاج يعني لتحقيق الاكتفاء الذاتي أولا ثم التصدير ثانيا إذن نكتفى بالقدر والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر